السلام عليكم. معنا ان هذا مشكلة بسيطة في النامج vmuel. المشكلة ده هي لما اجي اصطب نسخة ويندوز 460 بت على الجهاز بتاعي. فبتظهر لي اللي متوا شايفين ده. عشان احيل المشكلة ده هي بعمل لي start للجهاز. وبخش على البايوز بتاع الجهاز. غالبا بخش على البايوز بزرار F2. او F12. نقوم بخش على البايوز. البايوز عندنا F10. هناك في القائمة 4 اسمها System Configuration هناك فيها حق اسمها Virtualization Technology هناك فيها Renable ترجمة نانسي قنقر إن شاء الأبناء مجموعة أروحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا